تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد اللي بلش يشوف كرة قلم بعد 2014 ما رح يفهم أبدا ليش في ناس مجنون من مورينيو مهووس من مورينيو بتدافع عنه ولو غلطان أي فريق بروح يدربه بتفاعله فيه وبروح يشجعه وبيعملوا مشاكل مع جماهير الفريق الأصلية عشان يدافعه عن جزئه الرجل اللي حقق دور الأبطال مع بورتو وحقق ثلاثية تاريخية مع الانتر اعملنا عنها قصة الجمعة أيضا واللي مهد طريق أمجاد تشيلسي وذهب بالريال مدريد ليواجه أقوى برشلونة بل ربما أقوى فريق في تاريخ كرة القدم بشجاع وبسالة اليوم بس هخد لقطة صورة من مسيرة هذا الرجل عشان تفهموا ليش فيه ناس بحبوا مورينيو وبيشوفوا شخصية مختلفة في تاريخ كرة القدم قبل ما ندخل بالتفاصيل بطلب منكم تعملوا لايك على الفيديو واشتراك بالقناة اليوم رح نرجع لسنة 2010 وبالتحديد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وبالتحديد أكتر مباراة الاياب بين برشلونة والانتر اللي كانت تقام في ملعب الكامدو في لقاء الذهاب الانتر كان صادم ساعق برشلونة وهزمه اثلاثة واحد لكن الكتالونيين كانوا متفقلين جدا بالعودة لأنهم بالدور الأول كانوا هزمين الانتر بهدفين مقابل لشاء ومن دون ميسي فصار الكلام أنه هلأ معنا ميسي يدل ثنين مضمونة ولأنه جوارديولا بيدرب برشلونة وبرشلونة مرحب جدا ما حدا عم بوقفه العودة ما كانت أصلا مجرد إنك تقول والله العودة ممكنة بل كان لازم تقول منطقيا العودة ممكنة جدا ومع بداية اللقاء الانتر عم بدافع بس وبرشلونة بحاول يضغطه بالدقيقة 28 تياغو موتا بيحتكت مع سيرجيو بوسكتش فبيسقط سيرجيو بوسكتش على الأرض انتشرت صور بتوريك قدش بوسكتش بالغ بالسقوط وباستغلال الموقف ولمستوى أنه كان يغطي عينه ويفتحها عشان يشوف الحكم شو بدي يحكي والحكم مع ضغط الجماهير الحكم مع الفول اللي شافه بعينه قرر يترد ياغو موتا هنا جوارديولا شافها فرصة الآن لحظة العودة نادى زلتان بلش يعطيه أوامر بذانه والناس مش فاهم شو عم بصير ملعب الكام نون فجر من الجماهير ملعب أصلا على أرض الملعب هو واسع للغاية وصعب تغطيه ب11 لاعب لما تلعب ضد برشلونة جوارديولا فكيف ب10 لاعبين؟ حتى لحظة طرتي ياغو موتا برشلونة كان مسدد خمس تزديدات الإنتر ولا تزديدة مورينيو هون لما شاف الجو هذا فجأة الراح عند جوارديولا وزلتانهم بيحكوا ووسوس خليني أقول بعقل جوارديولا كلمتين أو ثلاثة ما كنا نعرف شو هم لعنما مورينيو كشفهم لاحقا وقال لما سقط بوسكتش كأنه مخشي عليه وفاقد وعيه تمطرد موتا فنظرت لدكة برشلونة لقيتهم بيحتفلوا وكأنهم خلصوا اللقاء وهذا شيء استفزني فذهبت إلى جوارديولا وصارت الصورة اللي بتعرفوها أنتوا الآن هذه الصورة كانت ليلتها أشهر صورة تقريبا في كرة القدم وأشهر حتى من احتفاله كسوبرمان في نهاية المباراة لما تأهل مورينيو وهي بالتأكيد بالنسبة لي واحدة من أشهر اللقطات في تاريخ كرة القدم اللي جمعت المتنقذات الثلاث مع بعض مورينيو وجوارديولا أعداء جوارديولا وزلتان أعداء وزلتان في تلك اللحظة كان عدو لمورينيو ثاني يوم الصحف بتجيب قارئي شفاه يحاولوا يفهموا شو مورينيو حكى وللعلم هاي كثرة قراءة الشفاه اللي كانت في الصحافة الإسبانية هي اللي بتخلي اللاعبين الإسبان حتى لما يقول لواحد صاحبه صباح الخير يقول له هيك صباح الخير بيقول مورينيو قلت لجوارديولا لا تحتفل المباراة لم تنتهي بعد مع أنه ليلتها نبنى وإحنا نعتقد أنه قراءة الشفاه اللي انتشرت في العالم اللي هي قالوا لهم أنه مورينيو قال لجوارديولا المباراة أصبحت أسهل الآن بطريقة استفهامية اللي قاله مورينيو لابيب كان حقيقي لأنه الإنتر وصل الاستماعات لمستوى أنه سامو الإيتو مستعد يلعب ظهير أيسر ليلتها وقاتل وجوليو السيزار بيتصدى ودفاع بيصحى لكل لقطة وفي النهاية فاز الإنتر بالخسارة واحد مقابل لا شيء كما قال مورينيو بعد المباراة أنا لم أخسر اليوم أنا انتصرت بمجموع المبارتين ثلاث اثنين لأنه زي ما نعرف برشلونة فاز بالإياب هدف مقابل لا شيء وهذا ما كفاه يتأهل كلمات مورينيو لجوارديولا كانت صادقة تماما كما كانت كلماته صادقة لزلتان لما إيجي قال له أنا بدي أطلع بدي أروع برشلونة بدي أفوز بدور الأبطال فرد عليه جوزير مورينيو ربما لو أنت طلعت احنا نفوز بدور الأبطال بالمناسبة لازم تشوف خصة الثلاثية في الإنتر اللي عملناها لأنه كان فيها تفاصيل أكثر عن كل شيء عمله مورينيو من أجل ذلك الموسم التاريخي في جملة حلوة لازم نحكيها عن مورينيو وعن تلك المباراة اللي صارت في الكامبنو وقالها بعد سنوات قال تلك كانت أفضل هزيمة في تاريخي البعض بيعتبر شخصية مورينيو الجريئة هاي اللي تيجي تحكي مع جوارديولا كمباراة وهو مطرود بدل ما ينشغل بفريقه البعض بيعتبر شخصية الرجل اللي شايف الدنيا دائما عقلية وانتصارية هي الجزء الأهم اللي اختفى من شخصية جوزير وخلاه ما يعود يوصف عند كثير ناس بالسبيشال ون كان ممتاز بالألعاب النفسية اللي بتشتت الخصم بالذهنية بالإقبال على الخصم ويتكلم معاه بدون تردد مراهن على إنه حيقدر يستفزه أو يشتت أفكاره طير فرحة نبب كلمتين المباراة ما انتهت إحنا ما استسلمنا بطل الصورة الثالث اللي هو زلتان إنه تصريح عن علاقته بمورينيو بيجوارديولا مشهور جدا بيقول مورينيو هو ذلك الرجل اللي بيخليك مستعد تموت لأجله وبيكمل بيقول مورينيو يعاكس جوارديولا بكل شيء وله تصريح آخر وصف فيه جوارديولا بالجبان ومورينيو بالرجل الصادق وعن تلك المباراة نفسها بيقول زلتان إنه جوارديولا طلع بعد ساعة تقريبا وبعد المباراة أول ما دخل ظلوا يتطلع عليه نظرة غريبة وكأنه أنا مجرم أو بالأحرى بيقول كأني مش بس مجرم كأني كائم غريب موجود ففي تلك اللحظة قلت خلص انتهت علاقتي مع برشلونا وفعلا زلتان رحل على ميلان ومن سوء حظه الفريق اللي رحل منه مرة ثانية جاب دور الأبطال لأنه برشلونا انتهى متوجا برقب دور أبطال أوروبا 2010-2011 وشاءة الأقدار برشلونا يقصي مورينيو في نصف فيهاء دور أبطال أوروبا 2010-2011 لما كان يدرب ريال مدريد هي بالتأكيد أشهر صورة في تاريخ العداء ما بين مورينيو والجوارديولا التاريخ الرائع جدا ما بين 2010-2013 أو حتى 2008-2013 كنا دائما مستمتعين بتلك الحرب من التصريحات والأساليب والإعلام بالتأكيد ساهم بشهرتها وجود شخص واقف مع جوارديولا بس قلبه مع مورينيو شخص كان عم بيوضفه وعم بيسمع وعم بيشعر إنه الحلم اللي إيجى عشانه فيه برشلونا كان موجود في ميلانو بس ما كان شايفه وهو حلم دور الأبطال ولي للأسف ما زال حتى اليوم زلتها أنه بيبحث عن هذا الحلم وعلى الأغلب ما رح يحققه لنهاية مسيرته اللي اقتربت كثير من النهاية نوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود في سموك تويتر وإنستغرام وضروري جدا نتابعونا على سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله